الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبهار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين وبعد في اللقاء السادس والخمسون من أسماء الله الحسن اسم الله الولي والمولى من أسمائه سبحانه وتعالى عز وجل الولي والمولى وقد ورد اسم الولي في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل في سورة الشورى وهو الولي الحميد وفي سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا وفي سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والولي هو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب سبحانه سبحانه والمولى ورد في القرآن في 12 موضع في الكتاب العزيز قوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين في سورة البقرة وفي الآل عمران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وفي سورة الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وفي سورة الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أصل الولاية هي القرب ومنه الوالي وهو السلطان والولي بيبقى القريب وابن العم والمسؤول والنصير والمحب والصديق والجار والمطيع والتابع سواء كان القرب قرب مكان أو قرب زمان أو قرب نسب أو قرب ديانة أو صداقة أو علاقة أو مناصرة أو اعتقاد يسمى ولاءا وصاحبه وليج أو موالي ولله تعالى الولاية العامة على جميع الخلق بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتولى شؤون الخلق ويدبرها وهو القائم على كل نفس بما كسبت سواء بأبر أو فاجر مؤمن كافر جن إنس إنسان حيوان ما نبصره وما لا نبصره من خلق الله هو وليه سبحانه وتعالى هو متولي شؤونهم ومدبرها والقائم عليها كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق للجميع ولله سبحانه وتعالى ولاية خاصة مقتضية للمؤمنين بالنصر والحفظ والرعاية التزديد التوفيق الهداية قوله الله ولي الذين آمنوا وقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي حافظهم ربنا يحفظ المؤمنين وناصرهم على عدوهم ومتولي شؤونهم في سورة أل عمران يقول بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها سبحان الله كل ذلك من ولاية ربنا سبحانه وتعالى ونصرته للعباد الصالحين الشوكاني رحمة الله تعالى عليه له كتاب جليل القدر حول هذا الحديث اسمه سماه قطر الولي على حديث الولي لمعاني عظيمة جدا في هذا الحديث الذي ذكرنا هذا يدل على أن الله يتولى عباده المقربين وهذه تولية خاصة وعلى أن الربانية مصدر إلهام توفيق وصواب تزديد عند من تقربوا إليه سبحانه ويسدد عقولهم وأسماءهم أبصارهم ألسنتهم حركات جوارحهم ما ظهر وما بطن إلى ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى فالقرب منه سبحانه سبب في تلقي الحكمة والذفر بهذه الحكمة والتأهل للصواف في القول والعمل والموقف قال ربنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى يحفظهم في الملمات ويقيهم العثرت أبو سفيان في غزوة أحد لما دارت الدائرة على المسلمين عندما لم يسمع الرماه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانقلب النصر إلى هزيمة وقف أبو سفيان خطيباً وينادي وقال لنا العزة ولا عزة لكم أرشد النبي أصحابه أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم معنى هذا أن تحصيل الولاية أمر كسبي يعني بالعمل بالتقرب إلى الله الإنسان بجهده وعمله وتقواه يصل إليها قال ربنا إن أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا أمر بالجهد يكسب بالجهد والولاية تورث إحساساً بالقرب خم واحد قريب من الله مع الإحساس بالرحمة واللطف سبحان الله اجتماع هذين المعنيين لا أجمل من ما فيش أجمل من كذا لا ليس هناك أطيب وليس هناك أجمل من اجتماع هذين المعنيين تخيل هذا المعنى المعنيين ذو لو اجتمعوا لمخلوق في شأن من يعظمه يعظم أمير أو وزير أو رئيس فقربه ثم رحمه ولطف به أحبه غاية المطلب هذا شيء عظيم جداً فكيف إذا استشعرها المرء في حق خالقه العظيم الذي بيده كل شيء يقول للشيء كن فيكون هذا الإحساس بيمنح للحياة طعم غير مألوف غير مألوفات المادة وبيسكف في القلب من الرضا واليقين والطمأنينة ما لا تحده الكلمات الكلمات ما تستطيع أن تصفه ولا تنتظم الحروف قال ربنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلهي أتيتك راجياً يا ذا الجلالي ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنبي لم يخطر ببالي إلى من يشتك المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا